بهذه الورشة الصغيرة وسط مدينة باتنا تستقبلنا السيدة سوريا سيحي حرفية متخصصة في تصميم الزي المسوي الشاوي لنتعرف على خصائص الملحفة الأولاسية وأهم مراحل خياطتها نختار القماش اللي يكون عرضه نقولوا إحنا 4 متر 4 متر 100 باش تخدمي ملحفة شاوية ماي غيسامون نقصنا شوية في الديمونسيون في الناس اللي مايحبوش الملحفة تكون عريضة بزيف هو اختيار القماش اختيار اللي نقولوا إحنا يسفيفين هادوك نشروا ليسفيفين هادوك ولا نخدموها بدوت رجالون ولا كما هذيك الورانج اللي شفتيها قبيلات هذيك خدمناها بالكروشي بالنسبة لكمام تاني خيروا لكولور نخيروا لكولور نتعتيسوا لجيء أصورتي مع الفولة تعتمد الملحفة الأوراسية العصرية على التنويع في الألوان وترز الرموز الأمازيغية ومن روحوش بعيد يعني على الملحفة الأولى يعني كيف كيف كما الملحفة الأولى عندنا عندنا نفس نفس القطع وشنو هنا يا زدنا درنا بمودرن نفس الألوان نفس الألوان اللي تمثل الملحفة الشوية لكن هنا يا درناها باللون الوردي بالرغم من بعض التغييرات التي طرأت عليها غير أنها تحافظ على خصائصها الأساسية صبحت موضة هاد الملحفة يلبسوها وتطوروا فيها وعصرنوها شوي لكن الملحفة الحقيقية اللي بس الحقيقي للملحفة يبقى دائما هو المميز نتمنى حتى الملحفة الشوية يكونوا عندها ناسها اللي تقدروا تطورها وتقدروا تخدم عليها ولما لا يديروا عرض أزياء يعرفوا بها ويعرفوا بليك لدينا ملحفة معصرنوة ولكن بطريقة تحافظ على التقليد وتحافظ على المكانة تحف الأوراس تعتبر الملحفة الشاوية من أقدم الأزياء في الجزائر ومنطقة شمال إفريقيا حيث يعود تاريخها حسب الباحثين إلى فترة ما قبل الميلاد